أيد صغيرة تحن وينتظم الدواب المدرسي في رسلة العودة على الرغم من القوة المميتة التي تستخدمها أنا تلبطش الإسرائيلي ليخنق أهلها ويستولي على ربطها من أراضي لن نستسلم وصنبت مقاتل من أجل الحرية حتى هيد مساء الخير برحب فيكم مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج مراسلون نجاح مثل ما تعودنا معكم كل أسبوع منقدم لكم مجموعة من التقارير اللي بتحمل معها أفكار مختلفة من محافظات الوطن وأبرز المشاريع والإنجازات في البلد اللي تستحق تسليط الضوء عليها لهيك بداية حلقتنا لليوم رح تكون من مدينة نابلس وبسياق حديثنا دوما عن إنجازات جامعة النجاح الوطنية اللي أصبحت بتمثل الوجهة المعرفية الأولى للطلبة في كل المحافظات رح نحكي هالمرة عن كلية هشام حجاوي اللي بتتبع للجامعة بإنجاز وتطور جديد بيفسح المجال لفرصة أكبر للطلبة وبيزيد من فرصهم من الانخراط في سوق العمل كون كلية هشام حجاوي حصلت في الفترة الأخيرة على اعتماد برنامج دبلوم هندسة الطاقة المتجددة من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأمر اللي أكسب الطلبة مهارات مختلفة خلونا نشوف التفاصيل بهذا التقرير لزميلتنا لميس أبو صالح حصلت كلية هشام حجاوي التابعة لجامعة النجاح الوطنية على اعتماد برنامج دبلوم هندسة الطاقة المتجددة من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحن كنا قد تقدمنا لاعتماد هذا التخصص خلال العام الماضي والحمد لله حققنا جميع المواصفات وحصلنا على اعتماد هذا التخصص تخصص هندسة الطاقة المتجددة هو يحتم بمصادر الطاقة المتجددة التي تختلف عن الطاقة التقليدية مثل مثلا الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الغاز الطبيعي ويركز بالأساس على الطاقة الشمسية التي تعتبر مصدر رئيسي للطاقة في فلسطين تعلمون أنه لا يوجد لدينا محطات لتوليد الطاقة في فلسطين ونشتري الطاقة الكهربائية جميعا من إسرائيل وأحيانا أن هناك مشاكل في تزويدنا بالكمية المطلوبة من الطاقة الكهربائية لذلك هناك كثير مشاريع عم بتصير حاليا في داخل فلسطين من أجل توليد الطاقة الشمسية من أجل سد العجز والنقص في الطاقة الكهربائية التي يحتاج إليها الوطن وأصبح مشاريع الطاقة الشمسية منتشرة وهناك حاجة كبيرة إلى فنيين يتقنون العمل في هذا المجال يمكن دبلوم هندسة الطاقة المتجددة من إكساب الطالب المهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل هندسة الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مجالات تطبيقات الطاقة المتجددة بحيث تضمن البرنامج دراسة نظرية وتطبيقا عمليا في مختبرات ومشاغذة مجهزة ومخصصة تسعى كلية هشام حجاوي إلا تحقيق الرياضة والتمييز بالوصول إلى أعلى معايير الجودة في مجال التعليم المهني والتقني بما يلبي احتياجات المجتمع المتجددة ويحقق التنمية المستدامة بنشكر زميلتنا لميس أبو صالح على هذا التقرير ونتمنى كل التوفيق للطلبة في كافة المجالات مع التأكيد على ضرورة دمج التعليم النظري بالتطبيق العملي مثل ما بتسعى كلية هشام حجاوي في التخصص بتوفير مختبرات ومشاغل مجهزة ومخصصة بتمنح الطلبة يتكيفوا مع ظروف العمل والتجربة وبنبقى معكم مشاهدين الكرام بمدينة نابلس لكن هالمرة في سياق مختلف تماما قديما كان للحمامات التركية رونق ووجود خاص في بلاد الشام كونها جزء من حضارة ممتدة حفظها الكبار والأجداد وبنشتاق إلها خصوصا في المشاهد اللي بتظهر في المسلسلات السورية وبتأكد على إنها من الطقوس المهمة اللي تم اعتيادها طويلا لهيك اليوم قصتنا من مدينة نابلس رح تكون من داخل حمام الهنى هالحمام اللي حاول يحافظ على الموروث الهام وقدر يفتح أبوابه لجميع النابلسيين والمواطنين من كل المحافظات ليزوروا ويقضوا فيه أجمل أوقاتهم اللي بيفتقدوا رونقها في هذه الأوقات مع عدم إقبال الشباب على هالحمامات خلونا نشوف التفاصيل بهالتقرير لزميلنا بكر دراغمه في الأزقة التي تشهد على عراقة المدينة تأخذك أقدامك إلى أماكن بطابعها السياحية وعراقتها القديمة التي تحتويها وهنا في نابلس لا يمكن إلا أن تكون الحمامات التركية جزءا من تلك المناطق السياحية فطابع المكان وحده يريح النفس من أعبائها فهي مزينة بزخرفتها وأقواسها التي تحمل عبق المكان كأنها تحكي القصص لزوارها همسا وكانت الحمامات التركية قد مرت سابقا بمراحل هفت باريكها في تلك الفترة بسبب التقدم والتطور إلا أنها عادت مرة أخرى إلى الانتعاش لتكون وجهة سياحية استجمامية الحمامات بدأت في مدينة نابلس يعني إشي ضروري وإشي حياتي وكانوا الناس ما عندهم حمامات في البيوت فتم تطوير وعمل هذه الحمامات تقريبا من زمن الأتراك على أساس أنه الناس تتروح تتحمم فيما بعد يعني كانت الموضوع موضوع استعمال ونظافة فيما بعد أصبحت نوع من المتعة والذي ما بيسموها السوريين سيران أو بيسموها نوع من شمت الهوى فصاروا يتجمعوا العائلات ويتحمموا وكذا يعني يوم النسوان نسوان يوم رجال رجال وهذه الحمامات تقريبا استمرت لبداية الستينات السبعينات بعدها لما دخل التطور للبيوت وأصبح في كل بيت حمام واشتراك ماء في كاربة ودخلت الحمامات برفاهيتها اللي منعرفها حاليا تقريبا اندفرت الحمامات يعني تقريبا خلينا نقول لبداية التسعينات ويكسم الحمام التركي إلى أقسام عدة ومراحل مختلفة كل مرحلة لها تأثيرها العلاجي والنفسي وتتكون من غرف باردة وأخرى حارة والتي تتكون من بلاط النار وغرف الساونة وغرف البخار إضافة إلى غرف المساجات الخاصة والمريحة ذات الفائدة للجسم وتعتبر الحمامات التركية جزءا من السياحة الداخلية يأمها السائحون من كل محافظات الضفة وفلسطيني الداخل إضافة إلى أنها جاذبة للسائحين الذين يزورون المدينة لطبيعتها الجمالية وموروثها الحضارية وطبيعة الأبنية المصممة بطريقة هندسية جذابة أنا متواجد في المناطق الفلسطينية لم يسبق لي زيارة مدينة نابلس وهي أول مرة أيضا أزور فيها الحمام التركي إنها تجربة رائعة جدا استمتعت بهذه التجربة الجميلة كل مرحلة في الحمام لها أثر في الاسترخاء ولها أهمية علاجية من الأماكن الأثارية الجميلة التي تجذب السياحة من كل العالم أنا أشعر بسعادة لتمكني من الخيام بهذه التجربة الجميلة هنا في مدينة نابلس هذه الجزئية من الأماكن السياحية بحاجة إلى تنشيط والترويج لها بشكل أكبر والتعريف بها من أجل استقطاب السياحة الداخلية أولا وتعريف المواطن بهذه الأماكن التراثية والاستجمامية والطبية في ذات الوقت كما أنها تحتاج إلى أن تكون بوصلة للسواح من أماكن مختلفة حول العالم وهذا كله بحاجة إلى خطة سياحية تشمل المدينة كلها لفضائية النجاح بكر دراغمي نشكر زميلنا بكر دراغمي على هذا التقرير وبنثمن بالفعل كل هالجهود التي تسعى للحفاظ على هالأماكن على الرغم من قلة عدد روادها إلى أنه رسالتها المكان باقي بأنه كل العادات والمورثات القديمة بتم تجديدها بأملهم بالجيل القادم ومن هالتقرير من روح معكم مشاهدين الكرام لمدينة الخليل لما منسمع جملة الشهد في عنب الخليل منتذكر قداش هالجملة بتتميز وبتذكرنا بالعنب في الخليل وبهالموسم قدرت مدينة الخليل من خلال مهرجان الخليل تطلق أيام العنب الخليلي اللي فتحت فيه الباب أمام كل الزوار لتذوقوا عن قرب ولا يشوفوا أكثر هذا الانتاج الضخم من العنب فيها المدينة وكذلك المشاريع النسائية اللي بتم انتاجها في هذا الموسم من العنب رح نشوف بهالتقرير لزميلنا على الجعبة اللي رصد من خلاله أهم أنواع العنب في الخليل واللي كانت موجودة في المهرجان وعدد المزارعين المشاركين في هذا المهرجان لطالما عرفا عنب الخليل بأنه الأفضل في العالم ولهذا السبب جاء الألاف من المواطنين لتذوقه من أنحاء المحافظات الفلسطينية المختلفة وذلك ضمن فعالية مهرجان أيام العنب التي أقيمت في قلب البلد القديمة على مدار أيام ثلاثة وتخللها العديد من النشاطات إضافة إلى تسويق العنب الخليلي والذي لاقى رواجا كبيرا بين الحضور الانتاج الزراعي هو أولا انتاج زراعي لكن كمان بيدخل صناعيا في الصناعات الموجودة قسم كبير من صناعة المواد المستخرجة من العبية تم تصديرها وبالتالي تصنيع المنتجات الزراعية لما يكون فيها انتاج كبير ممكن كمان يزيد عملية التصدير وبالتالي خلق فرص عمل جديدة المهرجان استقبل حوالي 35 ألف زائر وبيع خلاله 40 طن من العنب وهو ما يؤكد على تحقيق أهدافه وأبرزها إنعاش البلد القديمة من جديد هذه الفعالية اليوم هي أيام العنب الخليلي ثلاث أيام وفيها عدة رسائل أولا رسالة نجاح التعاون والمشاركة ما بين المؤسسات والرسالة الأخرى رسالة للاحتلال أنها المكان التي تقام به هي البلد العتيقة وعلى بعد أمتار من الحرم الإبراهيمي يعني هذه الفعالية التي تنظم بالشراكة مع كبرى مؤسساتنا الوطنية في مدينة الخليل محافظة الخليل، بلدية الخليل، الغرفة التجارية فيها وللمرة الأولى مع القطاع الخاص شركة إنفينيتي وبالتأكيد مع وزارة الزراعة هذه الفعالية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في قلب المدينة خصوصاً أنها عانت لفترات طويلة من القطاع الرواد إليها فعاليات وأنشطاء قيمت للزائرين من بينها توزيع شربة سيدنا إبراهيم الخليل طيبة المذاق، وفقرة ألعاب الخفة، والدبكة، وطهي الخبيصة الخليلية أحد أهم منتجات العنب وهو ما رسم البهجة على وجوه كل من حضر إلى المكان أعتقد أن هذه فرصة كمان لخلق فرص عمل ولا تشغيل ناس إضافة للموجودين وما شاء الله الخليل من أكبر محافظات الوطن والله ينجحكم والله يوفيكم ومزيداً من التشغيل وفرص العمل اللائقة ومزيداً إن شاء الله من التوفيق بإذن الله خمس وعشرون مزارعاً شاركوا وصوقوا لمنتجات أراضيهم من العنب الخليلي فمذاقاته متنوعة وله أنواع كثيرة من بينها الزيني والبيروتي والشامي والحلواني وغيرها ضيوف خليل الرحمن جاءوا من كل المحافظات الفلسطينية إلى قلب البلد القديمة ليرسلوا رسالة مفادها أن البلد القديمة لن تخلو من أهلها ويبقى العنب الفلسطيني هو الهوية الفلسطينية والمحافظة عليها واجب وطني لفضائية النجاح علي الجعب الخليل نشكر زميلنا علي الجعب على هذا التقرير وبهذا المهرجان دوماً تثبت محافظة الخليل دعمها للمواسم الزراعية وللمزارعين بالحفاظ على هذا الإنتاج المهم اللي بيخلق فرص مهمة لكل العاملين فيه وبدعم المنتج الوطني الفلسطيني بشكل كبير من أجواء مهرجان العنب الخليلي رح ننتقل معكم لقطاع غزة فترات سابقة اعتمنا على استوديوهات التصوير لأخذ الصور الشخصية والأشياء الخاصة لكن في هالوقت ظهرت موهبة التصوير الفوتوغرافي لكثير شباب وأصبحت جزء ومصدر رزق بحياتهم اليوم قصتنا من قطاع غزة رح تحكي عن مواهب شابة من ضمنهم الشاب محمد العمصي اللي افتتح مشروع زوايا ومكان جديد للتصوير الخارجي في قطاع غزة وألاء العشي المصورة الاحترافية خلونا نشوف التفاصيل بهالتقرير لزميلتنا تغريد الأمور يوم عمل جديد للمصور ألاء العشي مع عينها الثالثة التي توثق من خلالها لحظات الزمن والمناسبات السعيدة التي لا تنسى بشكل احترافي فعشقها للتصوير الفوتوغرافي حفزها نحو تطوير عملها بالانتقال لمرحلة جديدة بأبعاد مغايرة لجذب محبي التصوير من خلال العمل معهم خارج الاستوديوهات المغلقة والتقليدية نظام التصوير الخارجي بلاش ينطلق تقريبا من 3-4 سنين الناس في منظورها صار يلجأوا للأماكن الخارجية اشي جديد على الناس وفكرة جديدة وحلوة بنفس الوقت هذا الاشي اجاب من منطلق انه ينغير شوية عن المسار اللي احنا معتدين عليه في الاستوديوهات لا احنا حاليا عندنا مكان المكان مش مسار سواء تصوير عائلات أو عرسان أو أطفال أو أي مناسبة كانت حتى خرجين نزل رسك شوية وعينك على أصبع الفئة الشابة من محترفي التصوير في غزة انتهجوا جلسات التصوير الخارجية لتحقيق غايتهم بترسيخ بصمتهم ومطالب محبي التصوير ايضا بالخروج عن النمط المعتاد هدفان تحققا داخل حديقة زوايا وهي الاولى من نوعها في غزة بفن ديكور زواياها ذات الالوان النابضة بالحياة الارض هادي متوفرة عنا بس كانت مهجورة ما حدا بفوتها رحت بدايتها رتبت المكان تمام بديت اطلع زوايا تصوير مميزة وجديدة فيه ما تكونش انه في البلاد او حدا نعملها لانه أنا المكان بديت و بديت و مكان جديد و حد اخل فيه زوايا جديدة كنا ناخد صورتنا في الاستيديو الصغير اللي كل البشر ييجوا عليه و كلنا نفس الاستارة ورانا و نفس الصورة و نفس الاشياء بس هل قيتا الوضع يختلف يعني صرنا نشوف الشباب يتخرجوا من الجمعات ما يتقيدوش انه حد يوظفهم لا صرنا نشوف مشاريع جديدة و خصوصا للبنات بين حيوية اللوني وتكوين الصورة عدسة و مصور و احترافية عالية اضافت لمحبي التصوير تجربة غنية لن تنسى و صورة بطريقة فنية مبهرة غير تقليدية التفكير خارج الصندوق من خلال مهنة التصوير اصبح بالضرورة الملحة لفئة الشباب في قطاع غزة امام استمرار انعدام فرص العمل فهو احد الابواب التي تطرق الان لتحقيق الذات و النجاح ايضا لفضاية النجاح تغريد الامور قطاع غزة نشكر زميلتنا تغريد الامور على هذا التقرير و ندعم كل الافكار الشاب اللي بتفكر خارج الصندوق لتدعم شغفها و موهبتها و ختام حلقتنا من مراسل و النجاح ايضا رح تكون من قطاع غزة و هالمرة بحديثنا عن صناعة المنتجات من سعف النخيل حديثنا اليوم رح يكون بالتحديد عن عائلة المناعة اللي احيتها المهنة بصناعة المنتجات من سعف النخيل لتصبح مصدر رزق لائلهم خلونا نشوف التفاصيل بهالتقرير لزميلنا احمد حرب الحاجة حميدة المناعة من قطاع غزة لم تفقد شغفها رغم تقدمها في العمر لتواصل العمل في صناعة المنتجات من سعف النخيل حرفة اتقنتها الحاجة حميدة منذ 21 عاما استطاعت من خلالها ان تكسب مصدر رزق وتعلم ابنائها في ظل سعيها للمحافظة على ديمومة هذه المهنة وتوارثها لي زي اكتر من 20 سنة فهالشغلة هذه وتورثت عن امي وانا هالحين بورثها لولادي محمد وسلمان وسلمان ومحمد بورثوها لولادهم وهذا في المجتمع بنتخلاش عنه هذا التراث فلسطين وبنتخلاش عنه بدقة وحرفية عالية يغازل الاخوان محمد وسليمان اعواد السعف لتصنيع وانتاج الاوان التراثية كمصدر وحيد لدخلهم في ظل الواقع المادي الصعب في قطاع غزة طبعا هي كمصدر دخل نعتمد عليها الآن بحكم الوضع الاقتصادي الصعب ضيف على ذلك برضو كمان احنا في النا وجهة نظر من خلال المؤسسات والجمعيات بينها تنظر لهيك امور وتطور وتساعدنا على تطوير هيك امور وهيك شغلات بحيث انو نظل محظين على صنعتنا وعلى شغلتنا بالضل امورنا الحمد لله ماشية وسليمة يعني شغلات هذه نادرة على مستوى قطاع غزة بشكل عام العودة للصناعات اليدوية والحرفية كهذه المهنة باتت ضرورة ملحة للتأكيد على الهوية الفلسطينية ولخلق فرص عمل جديدة تخفف من نسب البطالة في القطاع والتي وصلت لستين بالمئة صناعة الاواني من سعف النخيل بهذه الدقة امر يحتاج الى كثير من الوقت والجهد لكن المثابرة والطموح جعلت هذه العائلة من امهر الحرفيين في هذه المهنة التي يصرون على مواصلتها طوال حياتهم احمد حرب فضائية النجاح قطاع غزة نشكر زميلنا احمد حرب على هذا التقرير واللي بدعينا بالعودة لها الصناعات اليدوية والحرفية المهمة اللي بتلزمنا نرجع ونحافظ على هذا الارث وبهيك مشاهدين الكرام منكونوا وصلنا لختام حلقتنا من برنامج مراسلون نجاح الشكر الكبير لطاقم الاعداد وللمراسلين ولمخرج برنامجنا يوسف مروان والزميل احمد القاضي نلقاكم الاسبوع المقبل بحلقة جديدة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة